استقبل رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر السفيرة السويدية لدى العراق جيسيكا سفارستروم بحث معها أهمية افتتاح الخطوط التجارية بين البلدين وكذا المساهم الفاعل في إعادة أعمار المدن المنكوبة بالمحافظة المحررة وكذا الشيخ الخنجر أن البلاد بدأت مرحلة جديدة على مختلف الأصعد يتقدمها استقلال وسيادة القرار السياسي وإعادة العلاقات مع الدول العربية والانفتاح عالميا من أجل النهوض وتجاوز إخفاقات السنوات الماضية وخلال اللقاء استنكر الشيخ الخنجر الاعتداء الذي حصل على المصحف الشريف بالسويد شددا على أهمية احترام الدين الإسلامي والمسلمين وأكدت سفيرة أن العمل كان فرديا وهو مرفوض ولا يمثل الحكومة ولا الشعب السويدي